في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي سمود واحد مصر تتابع بقلق تطورات الجرية في طرابلس وتحف الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن تأجيج العنف وفي الاقتصاد مؤشرات البورصة المصرية تتفع على نحو الجمعين خلال عمليات اليوم مدومة بعمليات شراء من جنب المؤسسات المحلية والعربية والأفراد الأجانية تفاصيل الثانية أهلا بكم تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها والتنسيق بين الوزرات والجهات المعنية وذلك بحضور وزيري الإسكان والنقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أنه سيتم العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية بهدف استمرار التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية وذلك ضمانا لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة وكلف مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية وأعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التي يتم الانتهاء من تطويرها حتى تظهر بالصورة المطلوبة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد الذي تجريه قيادة قوة شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود واحد والذي تجريه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى اللواء أركان حرب خالد بيوم العربي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء أعمال مكافحة الإرهاب ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال شرق القناة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المشروع وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما نقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة تتابع مصر بقلق التطورات الجارية في طرابلس وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي وفي بيان لوزارة الخارجية حثت مصر الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف وشددت وزارة الخارجية على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزام وبدون تأخير هذا وتؤكد مصر في هذا الإطار أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق فالانطلاق نحو المستقبل بخطة ثابتة من جنب يدعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بلغيت إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والحلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة كانت اشتباكات قد اندلعت في أنحاء العاصمة الليبية طرابلس طباح اليوم سمع خلالها دوي أصوات أعيارة نارية وتسببت في إغلاق المدارس يتياد بينما ذكر مكتب فتح باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أن باشاغا وعددا من وزراء الحكومة غادروا طرابلس اليوم وذلك بعد ساعات من دخول باشاغا المدينة كانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قد أعلنت وصولها إلى طرابلس تمهدا لمباشرة مهامها وأوضح المكتب الأعلامي للحكومة أن باشاغا تعهد بعدم ملاحقة أعضاء حكومة ليدبيبة لأسباب سياسية في الشأن اللبناني أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات البرلمانية فوز 12 نائبا مستقلا جديدا ووفقا لهذه النتائج فقد خسر حزب الله وحلفائه في حركة أمل والتيار الوطني الحر الأكثرية في مجلس النواب المؤلف من 128 مقعدا بعد حصولهم على 62 مقعدا مقابل 71 في المجلس المنتهي ولايته وبات حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع صاحب الكتلة المسيحية الأكبر داخل مجلس النواب بات متفوقا على التيار الوطني الحر أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نافتة لبينات لشمل الضفة الغربية المحتلة بمثابة إجراء استفزازي وتعميق للاستيطان واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن زيارة بينات جزء لا يتجزأ من دعم الحكومة الإسرائيلية لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وتندرج في إطار سياسة التصعيد الإسرائيلية للأوضاع لتغطية على عمليات الضم التدريجي لضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحت حماية شرطة الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية على صعيد آخر أصيب أكثر من سبعين فلسطينيا الليلة الماضية إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اعتدائها على جنازة شاب مقدسي توفي متأثرا بجروح كان قد أصيب بها في الجمعة الثالثة من شهر رمضان وحاولت قوات الاحتلال التعدي على مشيع الجثمان خلال الصلاة الجنازة بالمسجد الأقصى وخلال مراسم الدفن من جانبها وصفت الرئاسة الفلسطينية اعتداء الاحتلال على مشيع شهيد الأقصى بالوحشي والهمجي محملة سلطات الاحتلال تبعات انتهاكات حرمة الأموات والمقابر أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدميرها بالصواريخ لشحنات عسكرية أمريكية واروبية في منطقة ليفيف بغرب أوكرانيا وذكر بيان للوزارة أن منظومة الدفاع الجوية الروسية أسخطت 23 طائرة مسيرة أوكرانيا وثمانية صواريخ من تراز سميرش خلال ساعة الأربع والعشرين الماضية وأشار البيان إلى تدمير القوات الروسية كذلك لمحطة فرعية لتوليد طاقة الكهربائية كانت توفر تسليم الأسلحات والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والبلدان الغربية إلى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا بالتزامن قالت خدمة الطوارئ الإقليمية في أوكرانيا إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيبت عشر أخرون بجراح في ضربة قوية روسية بقرية ديسنا في منطقة تشيرينهيف في شمال البلاد في غضون ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية استسلام 265 جنديا أوكرانيا كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للسلب آخر جيب للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول السياحية الساحلية المحاصرة شرق البلاد وقالت الوزارة إن من بين الجنود المستسلمين 51 جريحا وضافت أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية طبية نقلوا إلى مستشفى في منطقة خاضعة لسيطرة الانفصالين الموالين لروسيا في هذه الأثناء اعتبر المتحدث باسم رئاسة روسية ديمتري بيسكوف الإجراءات الغربية ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا اعتبرها حرب مؤكدا استحالة عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا وأكد بيسكوف أن بلاده سوف تنتصر في أوكرانيا وتحقق جميع أهدافها هناك مشرا إلى أن بلاده حاولت التوصل إلى تفاق مع الغرب حول مبادئ الأمن الجديدة لكنهم لم يزغوا إليها هذا وقد شددت الخارجية الروسية على أن المحاولات الرامية إلى عزل موسكو أدت إلى تفاقم نقص الغذاء العالمي وأكدت الخارجية الروسية أن محاولات إبعاد روسيا اقتصاديا وماليا ولوجستيا عن قنوات التعاون الدولي الراسخة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية العالمية وأشارت إلى أن الإجراءات أحدية الجانب للدول الغربية ومجموعة السبع هي التي فاقمت مشكلات السلاسل اللوجستية والمالية لإمدادات الغذاء للأسواق العالمية في المقابل صوت مجلس الشيوخ الأمريكية على منح أوكرانيا وسعادات إضافية قيمتها 40 مليار دولار لدعمها في الحرب ضد روسيا تم تصويت بتأييد 81 صوتا مقابل اعتراضي 11 وهو الأول من ثلاث جولات تصويت إجرائية محتملة تماهد الطريق نحو تمرير التمويل الذي طلبه رئيس جو بايدن للحفاظ على استمرارية المساعدات إلى أوكرانيا كما طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن حلفاء واشنطن بزيادة الدعم المالي لأوكرانيا مؤكدة أن الأموال المعلنة حتى الآن لن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد على المدى القصير وفي وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الروسية وأوضحت يالن في كلماتها أمام منتدى بروكسيل الاقتصادي أن احتياجات الحكومة الأوكرانية التمويلية كبيرة وهي مستمرة في العمل بسبب مهارة وشجاعة مسؤوليها على حد قولها اتهمى وزير الخارجير وسيستر جيلافرو في حلف الشمان الأطلسي بانتهاك التزاماته تجاه أمن الدول الأخرى بشكل صارخ وبتعزيز أمنه على حساب الآخرين قال لافروف خلال منتدى تعلمي روسي إن الناتو تحت قيادة الولايات المتحدة ينتهي كلتزاماته ويتوسع بشكل غير مقيد شرقا مؤكدا أن مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة كان وما زال من بين أهم أولويات موسكو وأنه ليس لدولة الحق في أن تعزز أمنها على حساب دولة أخرى وتامع لافروف الولايات المتحدة باستخدام أوكرانيا كوسيلة لتهديد أمن روسيا أهلا بكم من جديد تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق حيث تم ضبط 374 قضية تمهونية بمضبطات بلغت قرابة 61 طن للمواد الغذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما تم ضبط ما يقرب من 25 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط 15 طن من الإسمنت في مجالي حجب وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء كما ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ما يقرب من 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 462 قضية من بينها 80 قضية من قضايا الخبز الناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات إلى جانب ضبط 11 قضية بمضبوطات أكثر من 297 طن من أقماح محلية في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق لرؤية مصر 2030 أعلنت وزارة الصحة وسكان تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ 41.343 منتفعة خلال شهر إبريل الماضي من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية وأوضح دكتور حسام عبدالغفار المتحدث رسمي لوزارة الصحة أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال 79 قافلة كما تقدم الوزارة الدعم الفنيات للعيادات التابعة للجماعيات الأهلية من خلال تدريب الفرق العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوفدة المصرية المشارك في مؤتمر العلوم البرتغالي السنوي ملتقى العلوم 2022 حيث تم اختيار مصر ضيف شرف المؤتمر هذا العام نظرا لتنامي علاقات التعاون بين مصر والبرتغال في مجال التعليم العالي وأشار الوزير في كلمته للمؤتمر إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تضم 27 جامعة حكومية و38 جامعة خاصة وأهلية وثلاث جامعات تكنولوجية وخمسة أفرع للجامعات الدولية ومائة واثنين وسبعين معهدا خاصة موضحا أن 25 جامعة مصرية وصلت بالفعل لمستويات متقدمة بتصنيف الجامعات وبحث الوزير مع وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية الفيرا فورتنونو سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن فرص تحقيق شراكات بين مصر وبرامج تمويل البحث العلمي استعرضت وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد رؤية مصر للربط بين المرأة والبيئة والمناخ خلال خريطة الطريق إلى مؤتمر المناخ المقبل كاب 27 جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الطريق نحو كاب 27 المساوات بين الجنسين وتغير المناخ التي نظمتها بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنازة أشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على نجاح يوم النوع الاجتماعي الذي سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ من خلال عملية أعداد مسبقة شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف كالحكومة وممثلي اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وممثلي المجتمع المدني والمرأة والأكاديميين يشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنميات المحلية في الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والتي تعقد في مدينة كيسومو الكينية وأكد اللواء شعراوي على أهمية الدور الذي تقوم به المدن الوسيطة وما تتحمله من مسؤوليات وما يمكن أن تحققه من مكاسب دون أن يكون التركيز منصبا فقط على المدن الكبرى القمة تركز على مناقشة دور المدن الوسيطة بإفريقيا في تنفيذ موضوعات التنمية الحضارية المستدامة اتساقا مع أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالا بمناسبة مرور 20 عاما على إحيائها حيث يجمع الاحتفال بين الفقرات الموسيقية وبعض المدخلات حول القضايا التي تتعلق بالعمل الوطني مباشرة من الإسكندرية من مقر المكتبة ينضم إلي محمد الخطيب مفاد أخبار مصر محمد مساء الخير أهلا بك ولو تتابعنا بالتفاصيل ماذا يدور لديك مرة أخرى أعيد إذن محمد أنت معنا تفضل محمد الخطيب مفاد أخبار مصر إلى مكتبة الإسكندرية مرة أخرى زميلي محمد إذا كنت تسمعني كنت أسألك عن أجواء الاحتفال التي تشهدها مكتبة الإسكندرية يبدو أننا فقدنا الاتصال بزميلي محمد الخطيب مفاد أخبار مصر إلى مكتبة الإسكندرية أهلا بحضرتكم وأخبار الاقتصاد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو الجماعي خلال تعملات اليوم مدعومة بعملات شراء من جانب المؤسسات المحلية والعربية والأفراد الأجانب سايدة المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 2 من 10% ليصل إلى مستوى 10 ألف نقطة و484 نقطة كما ارتفع المؤشرين الثانويين EGX70 EGX100 بنسب تراوحة حوال 6 من 10% 8 من 10% على التوالي أكد وزير المالية محمد معيت أن التحديات الاقتصادية العالمية تغير المسبوخة التي تتشبك فيها تداعيات جائحة كورونا مع موجة تدخمية حادة وإدراب في سلاسل الإمداد والتوريد واتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار السلع والخبات كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معا وفق رؤية قرية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعينها الاقتصاد العالمي وقال معيت في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقى بالعاصمة السنغالية دكار إنه ينبغي التواصل إلى استراتيجية إفريقية موحدة في قضايا التمويد والمناخ مما يسهم في التمكين القري من التعامل الإيجابي المرن مع التباعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية أثنى المدرعون والموردون على التسهيلات التي تقدمها وزارة التموين ولجان الفرز لهم عند التوريد وأكدوا أنهم يحصلون على مستحقاتهم المالية بعد 48 ساعة من التوريد هذا وقد أكد دكتور محمود يوسف مدير مدرية التموين المنية أن إنتاجية كثير من الأفدنة قد تخطت 25 أردب للفدان بفرحة كبيرة سواء بالإنتاج أو بالتسهيلات المقدمة للتوريد تحدث ياسين عن محصوله هذا العام من القمحة حديثه الذي لخص الأمر بزيادة إنتاجية الفدانة انتهى بأن الأسعار هذا العام جاءت لتناسبه الكل عن نفسي أنا عندي فرش وفيهم سرعين بيجيب لي أنا والله من ضمن الناس اللي وزنتي غلب نفسي أنا حبيت أشوف لجيتها جايب الفدان 30 أردب استغربت يعني حاجة غريبة بصراحة يعني وإنتاج جايب بالنسبة لأنه جو السنة دي كان جو حلو وهو كان جو الجمح فعلا ما جاتش أيام اللي هو الأسبوع اللي بيجي حرده وبيعصف الأرض وبيخلي حتى درجة النظافة بتاع الجمح تبص الجمح السنة تلاقيه الجمح نظيف غير أي سنة يا سيناء الذي يورد كميات كبيرة من القمح إلى صومعة مطاحن المينية التقف منه المسؤول الأول عن مطاحن مصر الوسطى الحديث ليؤكد أن صومع المطاحن وحدها تستقبل يومياً عشرة ألاف طن السنة دي احنا محققين أعلى نسبة توريد يومي عشر تلاف طن يعني تسعة تلاف وخمسمية وشوية إن شاء الله النهاردة هنتخطى لعشر تلاف طن ودي حي على فكرة ما حصرتش قبل كده على الإطلاق ده نتيجي الحكتين الحس الوطن عند الناس وشعور الناس أنه ده واجب قومي عليهم ولأن الهدف هو الوصول إلى توريد يصل إلى ستة ملايين طن قمح هذا العام فإن التسهيلات جاءت لتلقي بظلالها على المورد أو المزارع سواء في توفير الأماكن أو بسداد المستحقات الحمد لله التسهيلات إن احنا شغلين تبقى التعليمات مع الوزير التومين لغاية الساعة 12 واحدة بالليل يعني بالتالي المزارع اللي واقف هنا موجود بايت ما بيبادش أي مزارع خالص لأن كل الكميات اللي موجودة خارج الصمع بتخش عندي جوه الصمع وبالتالي المزارع لو واقف يوم لغاية آخر اليوم أعرف إن هو حضرتك هيورد الأمح بتاعه ده التسهيل الأولين التسهيل الثاني الفرزي بيكون سريع جدا ما بوخرش للمزارع بيتم الأخزة عيين عشوائية من كل الكميات الأمح الموجودة بديله الضرقة بتاعته بكتب له المحضر بتاعه وبيقضوا المحضر في خلال 48 ساعة بيستميل المحضر بتاعه في أماكن التوريد وصلت إلى أقصر من 400 نقطة تشمل الشوان المطورة والهناجر والبناكرة إضافة إلى الصوامع نقطة انتشار الصوامع في محافظات الجمهورية قللت العبقى على الطرق لأن أنا قللت النقل قللت استهلاك الوقود لأن أنا قللت العربيات اللي بتنقل أو المسافات اللي بتنقل وفرت المجهودة على المزارع إنه بدل ما هيمشي لي مثلا 100 كيلو عشان يجيب الأمح بتاعه لا أنا بقيت قريب منه 10-15 كيلو 20 كيلو على حسب الصوامع بالإضافة للصوامع اللي احنا إن شاء الله شغالين فيها الصوامع الحقلية وبحزب خبراء فإن المشروع القومي للصوامع وصل بنسب الفاقدة إلى الصفرة في القمحة اكتملت الصورة إذن ونجحت فيها الدولة في استقبال الأقماح الموردة سواء بتوفير الأماكن أو بسداد مستحقات المزارعين خلال سمانية وأربعين ساعة رمضان الشحات التلفزيون المصرية هذا ونذيع على حضراتكم مشاهدين الكرام عقب هذه النشرة تقريرا مفصلا عن توريد القمح من صومعتين فرتيتي والبهنسة بالمينيا خبية نكون قد وصلنا إلى ختم الثانية ونذكركم بأهم ما عرضنا في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي سمود واحد مصر تتابع بقلق تطورات الجارية في طرابلس وتحث الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن تأذيب العنف دائماً من المزيد عبر مسكيرو.انجي شكراً لكم مشاهدين الكرام اشتركوا في القناة